مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسبوع المجال تفقنا مع حضراتكم في الحلقات اللي فاتت أنا بقول بالأسامة دلوقتي لأنني مش بقول كلام كده وخلاص أو الناس يقول لك ده مصطفى عبدو ليه بيتكلموا بك وفاتح صدر زم أنا الوقتي بقول لكم العبد الفقير ده ممكن أصلح حاجة بسيطة ومش أسيب حاجة لك كل كبيرة وكل زرع كويس سنقل ليه كويس والوحش سنقل ليه وحش عشان النهاردة كده في حلقة الليلة عندي شوية حاجات كتيرة جدا عندي بعض الأسئلة اللي هي بتدور في أزهان الناس اللي هي أسعار اللعيبة في مصر ليه عالية قوي وليه نار قوي ليه؟ يعني أنا مش عارف بصراحة لما أجأتكلم على أسعار اللعبين هتبص تلاقي هو مين اللي بيحدد مين اللي بيقول اللعيب ده بيسوي كذا مين اللي بيقول إن اللعيب ده لعب كم سنة ده سجل كم هدف بيجري كم كيلو في المباراة إصاباته كانت إيه؟ تعاونوا مع الفرقة السيست قد إيه اللي عملوا كل الكلام ده كلام ده عندنا لا مش عندنا إحنا ماشيين بالفهلاوة ماشيين بالفهلاوة وبعد كده هتعالوا بقى كمان الحاجة اللي هي اللعب المالي النظيف أنا لما بيتكلم على حتة اللعيب ده عارفين هقول لكم على حاجة ممكن هتصدمكم عارفين أسعار اللعبة ليه عالية في مصر لأن الوكلة بييجوا يقول لك إيه؟ يروحوا الرئيس نادي يقول له أنا عندي لعيب النادي الأهل مثلا بيتخانق عليه وعاوز ياخده بأي مبلغ فالتاني يرد عليه بكل استاذاج يقول له إيه؟ طب هتعمل لي فيه واجب يعني واجب يعني هتقلل لي فيه قال له طب أنت هتدهوني كان النادي الأهل هيخده بكام وهتدهوني بكام بيضرب أرقام فلكية زي ما أنت عايز هو حد بيحاس بحد هو فيه محاسبة لحد يقول له النادي دالك أنا ياخده بتلاتين أنا بديكم مثل إيسوا على كده كل الأندية يقول له تلاتين أنا هتدولك بعشرين يقول له لا بعشرين ده آخر حاجة عندي مش عاوزه ده فيه نادي كذا هياخده ده سوء اللاعبين في مصر عن طريق اللي هم بيقولوا عليهم وكلاء أوسى مصر اللي هم قليل جداً اللي بيفهم فيهم بمعنى صح إنما الباقي كله واخدها جدعانة ووقيتها فتوانة واخدها علاقات مع رؤساء الأندية بيقبل له فلسانة بتاع أربع خمس لعبين خلاص وعاوز التنكتر من كده إيه فبما على عيب بيلف عليه كل الأندية لو كل الأندية إيد وحدة إيد وحدة وتوقف يبقى فيه سقف للعبين أقول لك آه إنما كل نادي أو رئيس نادي ما احترامي ليهم وياخد اللعيب على طول لما تيجي تقول لي طب الصراع ليه على اللعيبة ليه كده موجودة على الساحة ده برضو كان من ضمن الأسباب اللي هي زي بقول لكم رفع أسعار اللعيبة ما فيش حد بيقيم ما فيش سقف للعبين ما فيش أي حاجة خالص طيب لما هنقول اللعب المالي النظيف هو مين يا ده المفهود يعمل الكلام ده شلت حد الكرة ما سؤال عن الكرة هتيجي تقول لأسعار اللعبين أسعار اللعبين يعني أنت لو تشوفوا التقييم بتاع محمد صلاح أم محمد صلاح أعلى لعيب من الناس أعلى لعبين في العالم تيجي تبص مين اللي بعديه مصطفى محمد بيلعب في نانت فرينسي كام تمنوا في التسوقية بالنسبة للعالم ياريت يا شباب تنزلونا الكلام ده اللي موجود مصطفى محمد ستة وتسعة من عشرة مليون يورو درزي جي ستة ستة مليون يورو تعالى بعد كده إيز بقى مرموش مرموش خمسة وحاجة مين عندنا تاني من اللعيبة عمر مرموش زي ما قلتلكوا عليه وأحمد حجازي أحمد حجازي بتاع خمسة وستة من عشرة نعم احنا نيجي يقولك يجي اللعيبة يطلع يحترف يقول النادي يطلع لك مرة واحدة كده ويقولك يا أصل اللعب ده يساوي عشرين مليون عشرين مليون إيه يا بو عشرين مليون عشرين مليون إيه سيب الراجل يطلع يحترف سيب الراجل يحترف وأنا أحديكم مسأل صغير أقول لكم ليه الأندية المصرية كلها بتخسر ده بصوت حولها لكم بقى بالصورة بالصورة الليه الأندية انت عندك أكتر الأندية تحقيق للأرباح من سنة 2013 لحد 2022 في أندية بتحقق مكاسب غير عادية لأن في ناس عندهم وعي لأنني بقول لكم الكرة بقت صناعة إحنا عندنا فهلاوة أنا بقول لكم كده ما تستنوش أي حاجة من الكرة المصرية الفترة اللي جاية لا هتشوفه فوز ببطولة أمم أفريقية ولا كاس على العرب ولا هتقول ليه متشام ولك هو دا لا يحصل